مرحبا بكم أعزان الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم اليوم درسا عن المتطابقات المثلثية وكيف نستعملها لإيجاد قيم دوال مثلثية أخرى وكيف نستعمل المتطابقات المثلثية لتبسيط العبارات في عندي متطابقات أساسية هذا هي موجودة هنا مطلوب فهمها وحفظها لأنه نستعملها بالحل أول إشي في عندي التان أو الظل الزاوية تان ثيتا يساوي الصين على الكوساين صين على الكوساين طيب شرطه أن الكوساين ما يساوي صفر لأنه إذا الكوساين ساوي صفر عند مثلا تسعين درجة بيكون التان غير معرف إذن أول متطابقة أنه التان يساوي صين على كوساين وكمان في نسبة ثانية اللي يوضل للتمام الكوتان كوتان ثيتا يساوي كوساين على صين وشرطه أنه الصاين ما يساوي صفر إذن هذول دلتين اسمهم المتطابقات النسبية الآن أنا عندي ست دواء المثلثية اللي هي الصاين الكوساين التان الكوتان الكوسيكان وهو القاطع فالآن بدنا نأخذ أول إشي الصاين هو مقلوب الكوسيكان يعني كوسيكان ثيتا يساوي واحد على صاين هاي ونفسها الصاين واحد على كوسيكان يعني مقلوب كل وحدة مقلوب للثاني اللي هو قاطع التمام واحد على الجيب أما السيكان أو السيك يساوي واحد على كوساين والكوت يساوي واحد على تان هذول دواء المقلوب في عندي متطابقات في تغورس معروفات ومشهورات والأصلية بهم هاي كوساين تربيع زائد صاين تربيع يساوي واحد ودالت في تغورس الثانية تان تربيع زائد واحد يساوي سيك تربيع ثيتا ودالت في تغورس الثالثة أو متطابقة في تغورس كوت تربيع زائد واحد يساوي كوساين تربيع حسب نظريات في تغورس ويجي بعدين أنه متممة الزاوية بايع اثنين يعني تسعين درجة تسعين درجة ناقص ثيتا الصاين لها يساوي كوساين يعني صاين الزاوية يساوي كوساين متممتها وكذلك الكوساين الزاوية يساوي صاين متممتها والتان للزاوية يساوي كوتان متممتها نجي الآن لما تكون الزاوية سالب الصاين بيأثر عليه السالب يطلع براء فالصاين دال له دال له إيهاش فردية أما الكوساين سالب ثيتا ما بيأثر يعطي كوساين ثيتا ولذلك هاي دالة زوجية وما ينطبق على التان ينطبق على الكوساين والكوتان نفس الكوساين يعني التان والصاين نفس الإشارة نستعملهم الآن بحل بعض المتطابقات لحظوا هنا طبعا بدنا نذكر مع بعض الإشارات الإشارات بالربع الأول هنا كله موجب الأول موجب كله هنا بالربع الأول إذا الزاوية طلعت بالربع الأول فهي موجبة دائمة أما إذا وقعت الزاوية بالربع الثاني الصاين موجب صاين ومقلوب الصاين إيش هو مقلوب الصاين الصاين ومقلوب الصاين اللي هو الكسك ذول بالربع الأول والثاني موجبات والربع الثالث والرابع سالبات أما الربع الكوساين ومقلوبه السك هذول بالربع الأول والرابع يعني الكوساين بالربع الرابع موجب وسالب بالربع الثاني والثالث أما هنا التان فهو موجب بالربع الأول والثالث لاحظوا الأول كلهم موجب وطبعا التان هو مقلوب التان أما وين التان سالب بالربع الثاني والرابع طبعا كيف أعرف أنا الأربع هنا الزاوية صفر هنا تسعين درجة هنا مئة وثمانين درجة هنا مئتين وسبعين والصفر نفسه ثلاثمية وستين درجة بالتقدير الدائري هنا باي عثنين هنا باي هنا ثلاثة باي عثنين وهنا ثنين باي تمام طيب الآن شو يقول اوجد قيمة دقيقة للكوساين معطيني قيمة الصاين وقال لي انه ثيتا بين التسعين والمئة وثمانين شو يعني بين التسعين والمئة وثمانين يعني هنا بالربع مين الربع الثاني والربع الثاني الكوساين شو وضعه سالب اذا هنا رح يكون سالب لانه بالربع الثاني تمام هو معطيني قيمة الصاين صحيح موجب لانه بالربع الثاني ويبي الكوساين بنروح نجيب الدالة في تغورس الرئيسية هات كوساين تربيع زائد صاين تربيع يساوي واحد وبنعوضها هنا حطا هنا طبعا ننقل الصاين تربيع يصير الكوساين تربيع يساوي واحد ناقص صاين تربيع بنعوض الربع اللي اعطانا واحد ناقص ربع تربيع يعني ربع تربيع واحدة ستتاش 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 يطلع خمستاش على ستتاش الان احنا لما نيجي ناخذ الجذر شو نقول كوساين ثيتا يساوي موجب او سالب جذر خمستاش على ستتاش طبعا احنا قلنا انه سالب بهذا الربع فما راح ااخذ الموجب راح اكتفي بمين بالسالب تمام فبيصير عندي هنا سالب جذر اقدر اوزع الجذر جذر الخمستاش على جذر الستاش اللي هو اربعة فيطلع كوساين بهذه القيمة قلوا بما نثيت في الربع الثاني فان الكوساين تكون سالبة وبالتالي بيكون هاي الاجابة مو جوابية نفس اليشي هنا ما بده القيمة الدقيقة لل كوسيكانت ومعطيني الكوتان سالب ثلاث على خمسة ومعطيني الربع هذا الربع بين الميتين وسبعين والثلاثمية وستين هذا الربع الثالث لا افوا الرابع هذا الربع الرابع طيب شو وضع الاشارة هنا شو وضع الكوسيكانت وين ها هاي مقلوب الصين بالربع الرابع راح تكون ايش سالبة اذا هنا راح تكون بالربع الرابع سالبة لانه هاي اللي بدنا اياها مقلوب الصين والصين بالربع الرابع سالب تمام بنروح على متطابقات في الغورس هن اللي راح نستعملهن بالحل وهو بده الكوسيكانت تربية يساوي واحد زائد كوتان تربية وبنحط المتطابقة نفسها وبنعوض الكوت ومعطينيها سالب ثلاث على خمسة تربية وصارت زي هيك وبعدين نأخذ موجة بسالب جذر طبعا جذرها خمسة عشرين خمسة لكن مين نأخذ الموجة بولا السالب قلنا بالربع الرابع الكوسيكانت بيكون سالب لذلك نأخذ السالب بنحل مثالك تحقق من فهمك عشان نعرف انه فهمنا هذا الموضوع تمام تمام تحقق تحقق من فهمك من فهمك ايه وان ايه شو معطيني بدو الصان يريد الصان ومعطيني الكوسان تمام ومعطيني الربع أنه بين الميتين وسبعين قل من ثيتا وثيتا أقل من ثلاثمائة وستين هذا هذا الربع لأيش هي الدائرة بين الميتين وسبعين وثلاثمائة وستين الربع الرابع إذن الآن نبدأ بالحل هذا الربع الرابع وهنا الصين الشو وضعه الصين يكون يكون الصين سالب إذن أول إشي عرفنا الإشارة زيان عرفنا أنه بالربع الرابع يكون الصين سالب بالروح الآن نكتب المتطابقة الرئيسية الصين تربيع ثيتا زاد كوسين تربيع ثيتا يساوي واحد هذه المتطابقة في تغورس الرئيسية موجودة في المتطابقات الرئيسية هذه علاقة الصين بالكوسين تمام كمت الصين يبيع خلي صين تربيع ثيتا زاد الكوسين مع طينية واحد على ثلاث يساوي واحد نكمل صين تربيع ثيتا زاد زاد تربيع الواحد واحد تربيع الثلاث تسعة يساوي واحد على تسعة عفوا يساوي واحد تسعة يساوي واحد الآن ننقل الواحد على ستة تسعة بالجهة الثانية بيصير صين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص واحد على تسعة طبعا الواحد تسعة على تسعة ناقص واحد على تسعة يساوي ثمانية على تسعة صين تربيع يساوي ثمانية على تسعة الآن صين ثيتا يساوي موجب أو سالب هذا الرياضيات زي هيك ثمانية على تسعة بس مين نأخذ الموجب أو السالب لا الموجب ما نبيه نبيه السالب بس ليش نبيه السالب لأنه قلنا بالربع الرابع الربع الرابع يكون الصين سالب وبنكمل هنا بيصير جذر الثمانية ترى تتكمل جذر الثمانية لأنها أربعة باثنين تصير اثنين جذر الثنين على ثلاث فهاي بيصير ثلاث ونقدر نكملها كمان هاي أربعة ضرب اثنين والأربعة جذرها اثنين في جذر الثنين على ثلاث بس إيش سالب تمام سالب أيه تشوفوه ضرور إذن سالب اثنين جذر الثنين على ثلاث أو سالب جذر الثمانية على ثلاث أو سالب جذر الثمانية على دسة تمام نشوف وان بي يلا وان بي شو ما أعطيني يبيه السيكات أو السيك سيك ثيتر في ناس قراءة أكثر من قراءة سيك ثيتر يبيه ومعطيني الصاين أنه سالب اثنين على سبعة معناه وإحنا يا بالربع الثاني يا بالرابع الثالث أو الرابع صاين ثيتر يساوي لأنه سالب الصاين سالب اثنين على سبعة قلناه يا ثالث يا رابع مين يحددها هاي بين المية وثمانين والميتين وسبعين شوفوا المية وثمانين ركو يا بالهايلايت هاي المية وثمانين هاي المية وثمانين وهي الميتين وسبعين بينهم وشوفوا بأي ربع بالربع الثالث إذن إحنا بالربع الثالث هذا يعني لأننا نكتبها مية وثمانين قل من ثيتر ثيتر قل من ميتين وسبعين نبدأ نحل أول إشيء نحدد الإشارة هذا بالربع الثالث طبعا يبسك سك مقلوب مين مقلوب الكوساين والكوساين بالربع الثالث سالب إذن الإشارة سالبة عرفتوا أنا برجع للكوساين والصاين والتالي كوساين بالربع الثالث السالب مين اللي موجب بالربع الثالث التالي تمام إذن الآن شو العلاقة بين السيك هذا معناته أنا أول إشي خليني أطلع الكوساين وبعدين أقلبه عشان أطلع السيك لأنه ما في علاقة بين السيك والصاين مباشرة إذن الخطة كالتالي نروح نطلع الكوساين بالأول وبعدين نقلب الكوساين هذا مقلوب الكوساين فأنا إذ عرفت الكوساين بقدر أحل السيك تمام يلا بنروح نحل لو في وحدة ثانية مع التان لو كان معطيني تان نستخدم المتطابقة تاعة التان اللي هي هاي تان تربيع زائد واحد يساوي سيك تربيع ها أنا ما أعطاني التان فمضطر أني أستعمل الأولى فمضطر لأنه ما أعطيني ساين مضطر أستعمل العلاقة هاي ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد شو نعمل الآن نعوض بدل الساين سالب اثنين على سبعة السالب يروح مع التربيع زائد كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد هاي بتصير تربيع السالب اثنين موجب أربعة وتربيع السبعة تسعة واربعين زائد كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد الآن نبيل كوساين تربيع لحالها سوى واحد ناقص أربعة على تسعة واربعين نوحد المقامات تسعة واربعين على تسعة واربعين ناقص أربعة تسعة واربعين بيصير كوساين ثيتا تربيع طبعا لسه خمسة واربعين لأنه تسعة واربعين ناقص أربعة خمسة واربعين على تسعة واربعين بدي الكوساين لحاله يساوي جذر أي وموجب سالب لسه نأخذ الموجب والسالب جذر خمسة واربعين على تسعة واربعين واللي هو يساوي جذر الخمسة واربعين على جذر التسعة واربعين طبعا مين نأخذ الموجب ولا السالب شو قلنا بالبداية إنه القيمة اللي أنا بدي إياها سالبة إذن أنا ما أخذ الموجب رح أخذ السالبة فبيصير هنا يهمني أنا إشارة السالبة جذر خمسة واربعين تسعة ضرب خمسة والتسعة إلو جذر وش نحط السالب التسعة إلو جذر ثلاث بيظل هنا خمسة نقدر نسويها على الآلة بحاسبة جذر خمسة واربعين تطلع ثلاثة جذر الخمسة لنا التسعة بخمسة والتسعة إلها جذر أما جذر 47 له جذر هذا 7 هذا بالنسبة لمن للكوساين هو ما طالب كوساين هو شو طالب إذن الآن نقول السيكانت ثيتا مقلوب الكوساين واحد على كوساين ثيتا يعني ما علي إلا أقلب السالب عم ما بيأثر 7 على 3 جذر 5 السالب فوق تحت ما بيأثر إذن السيكانت هذا أو السيك اللي بدنا إياه هو مقلوب الكوساين فبعد ما طلعنا الكوساين قلبنا عشان نطلع السيك الآن موضوع الثاني احنا قلنا بالبداية إنه رح نستعملها في إيجاد النسب المثلثية إذن عشان نعرف النسب المثلثية بالأخص الكل اللي اشتغلنا لغاية الآن بدنا نستعمل هذول الثلاث متطابقات ثم بدنا نعرف الإشارة متى موجب متى سالب من هذا المخطط اللي هون اللي على الجنب اللي هو ها تمام ورح نحل إن شاء الله في فقرة التمارين بعد ما نخلص شرح الدرس لحظوا هان يقول بسط العبارة هاي لما نقول بسط شو يعني ببسط اقروا لي هاي تعرفوا شو يعني بسط بيقول عند تبسيط العبارة المثلثية يكون من الأسهل عادة أن تكتب جميع حدودها بدلالة الجيب الصين أو بدلالة الكوسين يعني بدك ترجعها للصين والكوسين كلها أو يعني الإشي سهل زي التان لحاله هاي عشان يالله نيجي نبسط عندك صين وعندك تحت كوتان فنجي أول شي على الكيسك هذا حويناها واحد على صين والكوتان واحد على تان فصارت واحد على واحد على تان فصارت تان فيها تان طيب خلينا نحن نشتغل التحققات اللي هي مش محلولة التحققات وينها؟ بدنا نحل هاي التحقق الأول والتحقق الثاني شو المطلوب؟ بص يالله إذا نكتب هنا بص العبارات تحقق من فهمك يالله شو رقم السؤال؟ تو اي شو بيقول تو اي بيقول لي تان تربيع وكسك تربيع ناقص واحد على سك تربيع تان تربيع هنا كسك تربيع ثيتا ناقص واحد على على ايش؟ سيك تربيع تمام شانا نبدأ نحل هاي بدي أرجعهم للأصل اللي هو الصاين والكوساين يالله نبدأ نرجعهم كلهم للأصل التان تربيع عبارة عن صاين تربيع على كوساين تربيع ليش؟ لأنه التان عبارة عن صاين على كوساين إحدى المتطابقة ضرب الكسك هذا عبارة عن واحد على صاين إذن واحد على صاين تربيع لأنه في تربيع ناقص واحد على ليه هاي سك تربيع هي واحد على كوساين 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 تربية كوساين رجعتهم كلهم لأصلهم الصاين والكوساين لأنه التان متطابقته صاين على كوساين والكسك هذا واحد على صاين والسيك واحد على كوساين في تربيع تربيعات حطيناها طيب الآن بيصير عندي اختصارات إيش الاختصارات اللي عندي عندي هنا صاين تربيع بتروح مع صاين تربيع زين شو بيظل عندي شو بيظل عندي بيظل عندي واحد على كوساين تربيع تيتا ناقص واحد على واحد على كوساين أتوقع أن نرجع سيك هاي سيك تربيع سيك تربيع بتصير زيك سيك تربيع ثيتا ناقص واحد على سيك تربيع ثيتا وأقدر أفصل الكسر سيك تربيع ثيتا على سيك تربيع ثيتا تمام ناقص واحد على سيك تربيع ثيتا وبتطلع سيب نشوف إذا في طريقة ثانية سيك تربيع على سيك تربيع تعطي واحد ناقص واحد على سيك تربيع هي كوساين تربية ثيتا واحد ناقص كوساين تربيع من المتطابقة المشهورة اللي حلينا عليها قبل شوية اللي هي هاي لو نقلنا كوساين تربيع يصير واحد ناقص كوساين تربية يساوي ساين تربية إذن لو بدي أنا ساين تربيع إذن هنا واحد ناقص كوساين تربية أعطتني ساين تربية ثيتا إذن تبسيط هاي المتطابقة أعطاني ساين تربية ثيتا نشوف إذا في طريقة إذن عذا حلها أعطى الصين تربيع الآن تو بي شوفوا المتطابقة تو بي لاحظوا سيك ثيتا دعونا نحلها هي جاية زي هيك سيك ثيتا على صين ثيتا في واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا تونا ما أخذين إحنا واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا هاي شو أعطت هاي هاي تعطي صاين تربيع ثيتا مظبوط ولا لا هاي صاين تربيع ثيتا مضروبة في خليها سيك أجلها خطوة بس سيك ثيتا على صاين ثيتا شو بيصير عندي الآن اختصار الصاين هذا مع التربيع يعني لأنه صاين تربيع صاين في صاين وعندي قسمة صاين يظل عندي صاين فوض تمام طيب بينكم من نرجع هاي اللي أجلناها السيك هذه عبارة عن واحد على كو ساين ثيتا اللي هي السيك مضروبة في صاين ثيتا بيصف صاين على كو ساين هذا بيطلع تان ثيتا إذن هذا تبسيط العبارة تو بي إن شاء الله تعالى درس القادم بنحللكم المسائل الواسعة هذه إن شاء الله تعالى تكون يعني كيف يعطيني نسبة والربع ويبي نسبة ثانية ثم نشرح أيضا كيف نبسط هاي العبارات بإذن الله تعالى خليكم معانا وشكرا لكم ومتابعتكم ترجمة نانسي قنقر